القارورات للأسف الشديد هي مصنوعة من نوع الأول اللي قلنا ال-POT ويستعمل مرة واحدة علش يستعمل مرة واحدة؟ لأن القارورة هذيك مثلا القارورة اللي جبتها معايا أنا هذه القارورة مصنوعة من ال-POT المادة الأولى وتستعمل عادة في المياه المعدنية لأنه جو طابل كما قولوا مجرد ما ننتهي من الاستعمال تحها محمد علش وضعين لها خطوط احنا؟ لماذا وضعين نعم؟ لأنه هذه القارورة باش نرميوها احنا في سلة المهملات نقوم بعملية رسكلتها هذا الخطوط اللي موضوعها والتموجدتها اللي علينا عملية ضغط هذا المهمل لأنه عندما نضغطها رح تأخذ ربع المساحة تاحة فقط في سلة المهملات وتوجه لإعادة التصنيع القارورة هذه اللي من المفروض لما نستعملها مرة واحدة كان سلوك آخر قبل التخليل لهو أنه جل العائلات الجزائرية تحاضر فيها الماء تحضر فيها الماء وتستعملها عدة مرات وهذا سلوك خاطئ السلوك الأخطر منه هو أنه كان بعض ربات البيوت والأمهات يزودوا أولادهم المتوجهين للمدرسة بهذه العبوات البلاستيكية اللي استعملت من قبل وهذا يزيد خطر انتقال مكونات البلاستيك كما الفطالات والديوكسينات اللي تشكل جراء تعرضها لداشعة الشمس وتروح الجسم الإنسان وتدير خلل في الهورمونات خلل في المناعة في الجهاز العصبي وحتى بعض السرطانات كما سرطان الثدي وسرطان البرستات عند الرجال حتى دلهم مشاكل في البلوغ نلاحظ بأنه مثلا الفتيات يبلغوا أسرع من الظكور وهذا جراء الاستعمال تعالى نرجعنا على التخليل هي حساسة بمجرد استعمال فيها الماء أكثر من مرة فما بالك التخليل لنزيدوا الملح والخل وممكن حتى الليمون ولا فيها مواد حاميضية وتقدروا الزيتون اللي لحطوه ذا نعم يعني احنا رأينا نوجده في قنبلة موقوتة لرمضان ومقلكة وبنين نعم ولكن ما نعرفوش بأن الأخطار لا قدر الله أنه يتقدر تديرنا سرطانة بعد 10 و15 سنة